ازايك حبيبي عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير جيالك النهاردة بسر روعة هتخلي اللحمة او الفراخ لما تيجي تسويها تطلع مستوية جدا معاكي اول فكرة انك انت هتاخدي اللحمة او الفراخ وهتحطيها في الفريزر مايقلش عن خمس ساعات ده لو مش مستعجلة طيب انت عندي الكمية دي هتبقى حلوة قوي انك تحطيها في الفريزر وتطلعي اللي لما تبدي جميديها دي بتفك الانسجة وبتخليها تستوي بسرعة وما تشدش وانتي بتكليها سوكة لحمة او من لحمة السدر كتير الناس ما بتحباش عشان بتشد وهي بتاكل طيب الفكرة التانية ايه سر واختراع تحفة 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 اللي هي زي ما احنا بنقول مع بعض النوى بتاع البلع ده اختراع ناس انا مش هكذب عليكم ناس كتير قالت لا ده خطر اه لكن ناس تانية من ايام جدودنا كانوا بيستخدموه اه تحفة بجد هتاخدى مثلا انت مستعجلة وما نحطيش تحطي اللحمة او الفراخ في الفريزر اه وانت مستعجلة هتاخدى حوالي اه تلات نوايات من البلح دي للحمة نوايتين للفراخ حشان مرتاخدش سوى كتير وحطيها وانت بتسلق ايها بجد فكرة روعها تخليها تستوي بسرعة وتطلع مزبدة كده وجميلة يا رب الافكار النهاردة تكون عجبتكو واللي يجربها يكتب لي في التعليقات منتظر التعليقاتكو موسيقى